هذا حسين عيدة دي جاو من إجابة مختصرة ومن مباشر بشكل أنت تقول دولة ديمقراطية دولة ديمقراطية شون تنتقل صواريخ واسلحة وطائرات مسيرة وتنتقل من مكان لمكان وين القوات الأمنية شون تنتقل هاي الصواريخ شون تنتقل هاي الأسلحة شون تخزن أمام والدرونات والدرونات المسلحة والطائرات والطائرات والدرونات الدولة تعرف لا تعرف شون تجوب هاي الشوارع شون تعبر نعم هذه أسلحة قد تكون بداية بسيطة بين الحلوة الآخر تستثمر وتستخدم من قبل هذه المجموعات لكن بالمقابل إلى أنه عملية السيطرة عليها هنا قبل القوات الأمنية هناك طائرات مسيرة بداية لا بس اسمح لي الله خليك حافظ على شوف ماكو بداية طائرات مسيرة دبابات شنو بداية أنت شكعتني أقول الله خليك مو كلام كلام أستاذ نجم وكأن هناك جيوش عندنا مسلحة كبيرة وتستخدم الآن يا أستاذ وفاة لا أرجوك الجهات التي تقوم بقصف من دولة إلى دولة أخرى هاي بداية أستاذ حسين من العراق إلى سوريا لا لا بس اسمح لي أستاذ أنا أسمح لك وأتقبل أي شيء من عندك تقولها علي كلها تقبل الأسلحة أسلحة خفيفة أستاذ نجم عزيزي هذه أرث من المرحلة السابقة تسمح لي بس أستطيني مجال صواريخ خفيفة أستجابنا نحتي له ما شايفيها ما خارف أستاذ وفاة إلى مساحة تبرد أستاذ حسين نعم عزيزي هذا جزء من الأرث السابق للمرحلة السابقة التي ورثناها من صراع وتحديات كبرى مررنا بها بالدولة فبالتالي معالجتها معالجة من خلال المسار السياسي ومن خلال المسار الدبلوماسي بدون هذا أن المسارين حقيقتين لن نستطيع أن نصل إلى عملية تفكيك هذه الظاهرة التي ظهرت منذ سبع عشر الفين وثلاثة وعشرين ولغاية هذه اللحة فسر المسار السياسي بسيطرة على السلاح أستاذ عسين المسار السياسي أكيد تحتاج إلى حوار إلى تكاتف بين القوى السياسية إلى عمل حوار مع من أستاذ عسين وهذا ما تعمل علي الحكومة والقوى السياسية العراقية سواء في اجتماعاتها مع المسلحين أو الإطار التنسيقي زين شنو موقف الإطار التنسيقي مما يجري أكيد كان بيان واضح جدا يقف بصف الحكومة العراقية ويقبض ضد حقيقة لمهاجمة المصالح الوطنية العراقية والدولة العراقية والأمن القومي وكذلك التأثير على القوات المنتصرة إن كانت القوات الأمنية العراقية وكذلك مما فيها قوات البشمرق التي تعمل ضمن قياة العمليات المشتركة فهذا هو المسار الأساسي الذي تعمل به الحكومة العراقية والذي تعمل به كذلك بالمقابل للقوى السياسية العراقية وطبعا القوى السياسية العراقية تقف بالضد أمام من يهدد المصالح الوطنية العراقية وتدعم اتجاهات الحكومة بهذا المجال متعتقد أن هذا المسار السياسي قد أخذ وقتا طويلا فصال المقاومة شجاعة بما يكفي أنها ترسخ المبدأ الذي تؤمن به وتقصف وتقول أنا أمام الدولة في تحدي واضح وتوسعت وتمددت أكثر من المراحل السابقة لا أشوف أستاذ نجيم هذه أزمة وتجليات هذه الأزمة متوقعة بالتفكير الأمني والاستخباري يجب أن تكون هناك أثار لهذه الأزمة الممتدة الآن بالمنطقة وهذه جزء من الآثار ولذلك الحكومة العراقية تحاول أن تخفض أكثر ما تمتلكه من أدوات وقدرات وإمكانيات بهذا المسار وهذا معروف بمساراته بالمنطقة حقيقة المنطقة هم كذلك تعاني من هذه المشكلة الكبرى الآن الموجودة في المنطقة وهي آلة العدوان التي تحاول أن تقف أمام الشعب الأعزل في غزة وهذا هو التحدي الكبير الذي تستثمر بهذه المجموعات والتي لديها إرث سابق من الصراع مع دول صديقة للعراق ودول تعمل مع العراق ودول كذلك تعمل في هذا المسار من جهة ومن جهة أخرى الحكومة العراقية تعمل كذلك على الحوار تجاه عراقية والعراق والعمل مع التحالف الدولي من جهة وكذلك بالمقابل المفاوضات التي أجرتها الحكومة العراقية منذ بداية تشكيل الحكومة العراقية مع الجانب الأميركي في إطار اتفاقية الإطار الاستراتيجي وفي إطار علاقات دفاعية مستقرة وكذلك بالمقابل مع جانب التحالف الدولي التي تعمل كذلك الحكومة العراقية عبر مجلس الأمن الوطني بهذا المسار وهذا هو المسار التي تعمل عليه والأخوة في كردستان لديها منطلع كامل من خلال القيادة الحكومية والسياسية والأمنية على هذا العمل الذي تقوم به الحكومة العراقية اشتركوا في القناة